ترحيب دولي بقبول الاتلاف الوطني السوري المشاركة في مؤتمر جونيف 2 رغم تضاؤل الأمال بإمكان التواصل إلى اتفاق في ختامه تقرير جونخول يبدو أن مؤتمر جونيف 2 مات قبل أي ولد فرغم الترحيب الدولي بموافقة الاتلاف الوطني السوري على المشاركة في المؤتمر بقي شرط الاتلاف الأساس هو رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة في حين أن هذا الشرط هو آخر ما يمكن أن يقبل به النظام أضف إلى ذلك الخلافات بين أعضاء الاتلاف الذين غاب منهم أكثر من 40 في عملية التصويت التي حصلت لدرس الموقف من جونيف 2 باعتبار أن قرار المشاركة غير شرعي لأنه يتنافى مع ركائز الاتلاف القائمة على رفض التفاوض مع النظام من جهة ثانية لفت نفي الرئاسة السورية ما نسبته وكالة انترفاكس إلى الرئيس السوري بشار الأسد من كلام عن أنه يرفض التنحي علما أنها المرة الأولى التي تحاول فيها الرئاسة السورية تلطيف هكذا موقف وشدد الأسد على ضرورة الوقوف بشكل صارم في وجه الحركات التكفيرية والإرهابية ووجود قيام تحالف دولي لضرب الإرهاب وتحالف إسلامي لضرب الوهابية لأن المشكلة في العلاقة بين الأديان هي الوهابية التكفيرية في هذا الوقت أعلنت هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية السورية دعمها حلا سياسيا للأزمة السورية ونشدت المفاوضين الذين سيشاركون في المؤتمر التمسك بأهداف الثورة وعلى رأسها رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وفي اليارموك تمكن العشرات مما يمثلون حالات إنسانية حرجة من الخروج من المخيم المخاصر في دمشق ويأتي ذلك غدا تأدخال أول دفعة مساعدات غذائية تشمل 300 طرد تكفي الأسرة الواحدة لمدة 20 يوما